بسم الله اتكلمنا في الوحدة اللي فاتت عن الصوت وزي ما قلنا دي تعتبر مكملة للفصل الاول في الكلام عن الموجات وانواعها والفصل الاول اتكلمنا عن الضوء واول واحدة في الفصلة ده اتكلمنا عن الصوت وكده خلص الكلام عن الموجات النهاردة هنبتدي نتكلم في موضوع جديد اللي هيستمر معانا لغاية اخر الفصل دوت وهو الشحنات الكهربية فعلم الكهرباء الساكنة اللي احنا هنبدأ ندرس فيه دوت هو دراسة الشحنات الكهربية اللي يمكن جمعها والابقاء عليها في مكان واحد يعني احنا هندرس يعني ايه شحنات كهربية وهندرس بس في الوحدة دي تقول بعدها الشحنات الساكنة طيب تعالوا نبتدي الحكاية من اولها اول حاجة جي علماء اكتشفوا ان اصغر حاجة بنتكون منها اي مادة حوالينا في الكون كله وجسمنا نفسه وكل المواد اللي حوالينا هي الزرة ففي واحد اكتشف الزرة واحد اكتشف الزرة دي بتتكون من ايه فرازرفورد هو اللي حط النموذج الزري ان هي متكونة من ايه واحد اسمه تومسون اكتشف الالكترونات طيب فتوصلوا ان اي مادة حوالينا بتتكون من ذرات الذرة الواحدة بتتكون من نواية ضخمة موجبة الشحنة سبحان الله بنقول ان احنا الزرات دي مش شايفينها ولكن لما نيجي نتكلم عن تركبها ونشوفها تحت المجهر فهنلاقي ان هي عبارة عن نواية ضخمة وجواها شوية حاجات ايه الحاجات دي؟ بروتونات موجبة ونيوترونات متعدلة مناش دعوة بيهم اللي هنتكلم عليه كله واساس الكهرباء كلها هو الشحنات السالبة النواية دي محاطة بسحابة من الالكترونات اللي بتدور حواليها عدد البروتونات الموجبة في الزرة بيساوي عدد الالكترونات السالبة اللي عملت دور حواليها فعشان كده بنقول على اي زرة حوالينا متعدلة كهربيا في الوضع العادي يعني عدد الموجب قد عدد السالب طيب زي ما بنقول ان اي حاجة حوالينا في الوضع العادي بتاعها بتكون متعدلة طيب ايه اللي بيحصل بيخلي الاجسام مش متعدلة او بمعنى اصح مشحونة هنشوف في المرة الجاية ان في كذا طريقة يخلي الاجسام مشحونة ولكن بشكل عام انا لو ضفت الطاقة للمادة يعني لو نزلنا على اسكيل اصغر لو ضفت الطاقة للذرة فالالكترونات دي عملت حوم حوالين الظرة بقوة جذب ما بينها وما بين البروتونات فلما بدي طاقة للذرة الالكترونات بتاخد الطاقة دي وتفضل تهايبر فسرعتها تزيد ويبدأ ارتباطها بالذرة يقل وتقدر ان هي تهج من البيت بتاعها ده وتخرج برا فلما بنضيف الطاقة الى المادة عن طريق احد الطرق اللي هي الدلك ان انت لما تحتك الجسم بجسم اخر تعمل بينهم احتكاك فيمكن نزع الالكترونات الخارجية من الظرة دي بياخد طاقة فيبدأ يهايبر فيبدأ يبعد عن الحاجة اللي مسكيه جوه الظرة دي ويبدأ يمشي من الظرة فالذرة اللي هيسيبها احنا قلنا ان العدد كان متساوي لما الكترون طلع برا فمعنى كده مين اللي هيسيطر على الظرة بالضبط عدد الموجب هيبقى اكبر وبالتالي بتسمى الظرة دي موجبة الشحنة فالذرة موجبة الشحنة بتبقى فاقدة الالكترونات فحاجة عايزين نتفق عليها كلنا كده من اول الشحنات الكهربية والكلام في الكهرباء ان الحاجة الوحيدة اللي بتروحه تيجي وبتعمل لقلبان في الظرات كلها هي الالكترونات فالجسم موجبة الشحنة ده هو ما عندوش شحنات موجبة زيادة عشان هو اكتسب شحنات موجبة لا هو عنده شحنات موجبة عشان هو فقط الالكترونات لان الالكترونات هي الوحيدة اللي بتحرك طيب فالالكترون العاق دوت بيبدأ يسيب الزرة ويبدأ يتشرد لغاية لما يلاقي بيت تاني زرة تانية عندها القابلية ان هي تخدف بيتها فالزرة التانية دي كانت متعدلة لما تبدأ تاخد الالكترون زيادة افهم من كده ان مين اللي هيسيطر فيها الالكترونات فبنسميها سالبة الشحنة او مكتسبة الالكترونات طيب ده بيحصل في حاجات كتير حوالينا وبيفسر لنا ظواهر كتير حوالينا زي مثلا السحابة الرعدية او البرق وده هنتكلم فيه بالتفصيل المرة الجاية السحابة الرعدية دي بتتسبب في شحن الجزء السفلي من السحب بشحنة سالبة يعني السحابة بتبقى موجبة وسالبة عادي متعدلة لما يحصل سحب رعدية بتبدأ تفصل الشحنات السالبة والشحنات الموجبة جوه السحابة الواحدة فالسحابة الرعدية دي زي ما تكون بتعمل احتكاك ما بين جزيئات السحابة فزرات بتفقد الالكترونات وزرات تانية بتكتسب الالكترونات او بتفصل الشحنات وبتخليها مشحونة وزي برضو ايام زمان لما كنت تبقى شاري الامبي ثري كده وحظت السماعات في ودنك وحظت الامبي ثري في جيبك فالامبي ثري دوت لما بتحطه في جيبك وتمشي بيبدأ يحصل احتكاك ما بينه ما بين جيبك وقلنا الاحتكاك ده بيولد شحنات الشحنات دي لقدر الله ممكن تنتقل عن طريق السماعات اللي انت لابسها دي لودنك وتسبب صدمة كهربية فده خطر طيب فكل اللي احنا بنقوله دلوقتي ان لما يبقى عندي جسمين متعدلين وابدأ اعمل بينهم احتكاك اللي بيحصل جسم بيبقى ليه القدرة ان هو يفقد الكترونات فيبقى موجب وجسم بيبقى ليه القدرة ان هو يكتسب الكترونات فبيبقى سالب فعشان كده بنقول زي ما قلنا قانون الطاقة المحفوظة اللي هو ايه ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم امال انما بتتحول من صورة اخرى كذلك الالكترونات من اول ما ربنا خلق الكون لغاية يوم الايامة فما فيش حد يقدر ان هو يولد الكترون من العدم ولا في حد يقدر ان هو ينفي الكترون من الكون كله ويختفي وما الايه اللي بيحصل بتتحول من جسم للتاني فالشحنة محفوظة معناها ايه لا يتم انتاجها ولا اتلافها ولكن يتم اكتساب الشحنات بانتقال الالكترونات طيب فيه قاعدتين برضو عايزين نتفق عليها احنا النهاردة جايين نحط قواعد اللي هنبدأ نتكلم عليها باقي للفصل كله فلازم نكون متفقين على القواعد دي الشحنات المتشابهة تتنافر انا عندي كم شحنة في الكون هما اتنين موجبة وسالبة فالشحنات المتشابهة تتنافر يعني لو عندي موجب وموجب يعني هي تنافر يعني هلقيهم مش طيقين بعض ويبعدوا عن بعض فمثلا لو دلكت جسم فيكتسب شحنة كهربية يعني لو دلكت مثلا قطعة مطاط فهتبدأ لها القدرة ان هي تفقد الكتروينات فهتبقى موجبة الشحنة طيب ولو قربت قطعة المطاط اللي انا ده اللي اجتهدت من جسم تاني ولقيت ان الجسمين بينشأ بينهم قوة تنافر افهم من كده ان الجسم التاني ليه نفس الشحنة يعني شحنة موجبة طيب القانون التاني ان الشحنات المختلفة بتتجازب يعني لو عندي موجب وسالب هلاقي ان القوة اللي ما بينهم ان هم عايزين يروحوا البعض فلو دلكت جسم واكتسب شحنة وبعد كده قربتوا من جسم تاني ولقيتهم بينجزبوا البعض افهم من كده ان شحنة الجسم التاني مختلفة عن الجسم اللي انا كنت مقربه طيب المواد بتكتسب وتفقد الالكتروينات على اساس ايه في طريقة الاحتكاك ديت فيه جدول كده معروف عند بتوع الفيزياء بيصنفوا فيه المواد على حسب قدرتها على اكتساب الالكتروينات فتلاقي مثلا الشعر ليه اكبر قدرة على اكتساب الالكتروينات بعد كده وليكن النيلون زي البلونة بعد كده وليكن الصوف او قطعة القماش فهم لما قعدوا يعملوا احتكاك ما بين الاجسام وبعضها اموا مرتبين الاجسام على حسب مين لما عملنا احتكاك مين كان ليه القدرة ان هو يكتسب الالكتروينات بشكل اعلى ومين كان ليه القدرة ان هو يفقد الالكتروينات بشكل اعلى فتتمتع المواد بدرجات متنوعة من القدرة على اكتساب الشحنات فهنلاقي مواد زي المطاط الصلب والبلاستيك لما بيحصل احتكاك بتميل ان هي تكتسب شحنة سالبة وهنلاقي ان الزجاج والصوف لما نعمل ما بينهم احتكاك وما بين مواد تانية بيبقى ليهم ميل ان هم يكتسبوا شحنة موجبة طيب فلو انا قلتلك دلوقتي انا عندي جسم مشحون ومعرفش الجسم ده شحنته ايه ممكن تقول لي ازاي يعرف شحنته تقول لي سهل وبسيطة هجيب مادة انا عارف لو انا عملت لها احتكاك هتبقى شحنتها ايه فهجيب مثلا وليكن قطعة صوف لما عمل لها احتكاك هتبقى شحنتها ايه شحنتها موجبة وهبدأ اقرب قطعة الصوف اللي انا دلقتها ديت من الجسم اللي انا عايز اعرف شحنته لو انجزوا البعض افهم من كده بالزبط ان الجسم اللي انا قربته منه ده شحنته مختلفة فسالب الشحنة لو لقيتهم تنفروا عن بعض فمعنى كده ان شحنتهم متشابهة وشحنتهم موجبة فعشان اعرف شحنة ايه جسم باستخدم مادة معروف شحنتها زي اللي احنا شفناهم دول ولاحظ سلوك المادة التانية لو تنفروا يبقى ليها نفس الشحنة لو تجذبوا يبقى ليها شحنة معاكسة طيب هل كتعة الصوف ديت لما ابدأ ادلكها هل هتاخد شحنة واتفضل محتفظة بالشحنة دي طول العمر يعني كتعة الصوف ديت لو انا جيت كمان خمس دقايق ولمستها هتكهربني فبنقول لا بنقول عند دلك مادة فهي بتكتسب شحنة اه ولكن هتفقد هزي الشحنة للاجسام المحيطة بيها مش فيه زرات في الهوى وفيه اجسام هي مرتبطة بيها سواء حاجات جنبها وهكذا فهتبدأ الشحنات اللي هي اكتسبتها دي هي لما اكتسبت شحنات بقت مش مستقرة واي حاجة في الكون قاعدة عامة بتسعى لاستقرار فهي هتسعى ان هي تتخلص من الشحنات الزيادة دي فهتيه كمان شوية هتلاقي ان هي فقدت الشحنات دي للاجسام المحيطة بيها وانتهى تأثير الشحنة اللي كانت عليها دي ورجعت متعدلة تاني فمثلا من التجارب اللي انت تشوف فيها الشحنات لو انت دلكت البلونة في شعرك فإيه اللي بيحصل الدلك ده قدى لإضافة طاقة للذرات اللي موجودة على البلونة وعلى شعرك فعلى حسب الجدول بتاع العلمة ده ده حاجة إثرائية مش موجودة في الكتاب في الشعر هيبدأ يكتسب إلكترونات والبلونة هتبدأ تفقد إلكترونات فالبلونة موجبة والشعر سالب فلما أبدأ أبعد البلونة عن الشعر إيه اللي هيحصل الشحنات المختلفة تتجاذب فهلاقي شعري يطلع ناحية البلونة طب بعد كده بلاقي شعري ينزل ليه لأن شعري فقد الشحنة اللي عليه لأجسام المحيطة وبدأ ينزل تحت تأثير الجاذبية تاني وفيه في الكتاب تجارب كتير نعملها عشان نلاحظ الشحنات طيب فبنقول مثلا لو أنت لابس شوز ومشيت على سجادة ففي الوضع العادي أنتو الاتنين متعدلين الحزاء بتاعك عليه شحنات وموجبة وسالبة متقد بعض وكذلك السجادة لما بتبدأ تمشي بيحصل إيه بيحصل إحتكاك ما بينك وما بين السجادة فإيه اللي هيبدأ يحصل الحزاء بتاعك هيبدأ يكتسب شحنة سالبة والسجادة هتبدأ تكتسب شحنة موجبة يعني الإلكترونات هتنتقل من السجادة ليك فأنت كده هتبقى شخص عندك شحنات زيادة فإيه اللي بيبدأ يحصل لو أنت لمست جسم موصل هتبدأ تحس بصدمة كهربية ليه؟ لأن انت عندك شحنات زيادة الجسم الموصل ده هيقدر ياخدها منك فسرايان الشحنات منك للموصل ده وعشان ترجع متعادل تاني ده اللي بيحسسك أن انت اتكهربت طب انت قلت لي في الكلمة كلمة في النص كده أنا مفهمتهاش يعني ايه موصل تعالوا نشوف عندنا نوعين من المواد حوالينا على حسب الكهرباء احنا دلوقتي خلاص بنتكلم من وجهة نظر الكهرباء فهنصنف المواد اللي حوالينا لنوعين او تلاتة على حسب ايه؟ على حسب هي بتوصل الكهرباء ولا طب احنا اتفقنا ان الحاجة الوحيدة اللي بتنتقل وبتعرف تمشي وتروح وتيجي في المواد كلها هي الالكترونات فمعنى كده ان المواد الموصلة ديت هي مواد عندها الالكترونات حرة يعني ايه؟ السطح بتاعها فيه الالكترونات زيادة تعرف تبيع وتشتري بيها فواحد يجي يقول لها ان عندي الالكترونات زيادة زيك انت كده لما كان عندك الالكترونات زيادة وبدأت تلمس المقبض الحديد اللي هو الفلز ده الموصل فقالت لك هاتي عم الالكترونات دي فحصل انتقال للشحنات فدي كده مادة موصلة فالمواد الموصلة مادة تسمح للشحنات بالانتقال من خلالها بسهولة مواد غنية بالالكترونات الحرة زي ايه؟ زي الفلزات زي النحاس والألمونيوم لان الالكترونات الخارجية في الفلزات زي ما احنا عارفين في الكيميا بيبقى ليها الكترون مثلا في المدار فده بيبقى ارتباطه قليل بالزرة فبيبقى بنسميه الكترون حر فلا تتبع زرة بعينها ولكن تنتقل عبر الفلز كله فيمكن بسهولة ان انت تزيل الالكترون الالكترون واحد من كل زرة فلما تيجي توصلها بحاجة تانية تقدر انها تتعامل بالالكترون ده فبنسميها مواد موصلة وفي مواد تانية غير فلزية زي ايه؟ البلازمة البلازمة دي حالة من حالات المادة بتكون فيها المادة بتتكون من الالكترونات سالبة وايونات موجبة فبدل ما بيبقى عندي ذرات متعادلة كده اللي اتنين مرتبطين ببعض لا بتبقى متفككة لايونات موجبة والكترونات سالبة فبتقدر ان هي توصل الكهرباء طب فيه مواد تانية زي الجرافيت الجرافيت ده نفس العنصر اللي بيتكون منه اللي هو الكربون بيتكون منه برضو الالماس طب الجرافيت ده اللي هو برخص التراب والالماس ده اللي هو غالي جدا ايه الفرق الفرق ما بينهم هو الروابط بين ذرات الكربون هنا الروابط ما بين ذرات الكربون معمولة ما بينها بشكل معين بيسمح لها بيغير من شكلها اولا وبيسمح لها ثانيا ان هي توصل الكهرباء في حين ان في الالماس الذرات ما بين الروابط ما بين ذرات الكربون ليها شكل معين بيدي لها الشكل ده وتاني حاجة بيخليها عازلة يعني نفس العنصر مكون مادتين مادة موصلة جيدة ومادة عازلة اه طيب الهواء ده من رحمة ربنا بينا ان هو عازل الذرات بتاعته متعدلة ودايما الالكترونات ماسكة في الزرة فما بتقدرش النية تتحرك وتنقل الكهرباء ولكن تحت ظروف معينة هنشرحها المرة الجاية بيقدر الهواء ده ان هو يكون موصل للكهرباء فزي مثلا في البرق فالجسيمات المشحونة اللي بتبقى في السحابة الرعضية في الهواء ديت ما بينها وما بين الارض فيه هواء فالمفروض ان هي ما تنتقلش ولكن تحت ظروف معينة الهواء ده بيتكسر بيبقى موجب وسالب وبتقدر الشحنات تنتقل وبيبقى الهواء موصل في لحظات لحظية كده بس طب النوع الثاني عكس اللي احنا بنقوله العوازل الكهربية دي مالها مادة لا تنتقل الشحنة خلالها بسهولة فالالكترونات اللي انت هتدهلها دي هتخليها قعدة على جنب كده في المكان بتاعها يعني لو انت جبت مثلا مشت وكتعة قماش ودلكتهم ببعض قلنا الدلك ده هيعمل ايه هيخلي مادة تفقد ومادة تكتسب فلو مثلا المشت اكتسب شحنة مجابة لو انت دلكت مثلا طرف المشت ده هتفضل الشحنة المجابة اللي اكتسبها على الطرف ده بس ويفضل باقي المشت متعادل في حين ان انت لو جبت مثلا قطعة نحاس واللي ألمونيا ودلكت الحتة دي بس فهتبدأ تكتسب الكترونات فالالكترونات دي بتنتشر على كل الفلز بسهولة فلو انت جيت مسكت الفلز من هنا هتتكهرب لكن انت لو جيت مسكت المشت من هنا مش هتتكهرب فده الفرق ما بين الاتنين ان العازل الشحنة لا تنتقل خلاله بسهولة فلو انت دلكت جزء وديت جزء شحنة هتفضل الشحنة على الجزء ده مش هتنتقل خلال المادة بسهولة يعني مش موصلة زي ايه زي الزجاج والخشب الجاف والبلاستيك والملابس والهوى الجاف فخلي بالكل هوا في الاصل عازل ولكن في الظروف معينة بس ممكن يبقى كمان موصل فده كده كان اول درس مقدمة على الشحنات وبتتكون من ايه وايه الخصائص بتاعتها اتمنى كل شيء يكون مفهوم واشوفكم على خير اشتركوا في القناة